يقولون الإسلام العظيم هو الأقوى وهو المنتصر وهو الشوكة التي انحشرت في حلق كل علماني متطرف وملحد طبعا هذا الكلام تردد بكثرة أنا دائما كنت أستغرب لماذا هذه الأدوانية تجاه الآخرين لماذا هذا الاحتفاء بالذات والنرجسية في التعامل معها واعتبار كل ما عداها هو شيء لا قيمة له أستغرب هذا الأمر بدلا من أن يقال مثلا بأن هذا الإسلام هو دين متصالح أو أن ما نحن عليه هو الاستعداد لأن يفتح ذراعيه الجميع وأن يقول أنا موجود وأتفهم كل الخلافات والأحياء والأمور التي يمكن أن لا يفهمها الآخرون أنا متفهم لكل الإشكالات متفهم لكل الحالات متفهم لكل الإيمانات إذا صحة هذا الجمع فبالتالي هذا هو الطريق السليم فلماذا يتم دائما اختيار الطريق العنيف العاطفي المشحون بالبغضاء والكراهية وإبعاد الآخر عن حياضنا وكأنما نحن في حالة حرب أبدية لا نهاية لها هذا الأمر أحب أن أقشى من خلال ما يرفعه من شعار المتأسلمون وكذلك المؤلمة الديانات تلجأ إلى هذه الطريقة في التعامل وأنا أعزوها إلى أننا ما زلنا مجتمعات فينا شيء من البدائية شيء من التعصب إلى الجماعة التي ننتمي إليها وأن كل هذه الأشياء التي نحاول أن نغذفها بوجه الآخرين هي مجرد محاولة لأن ندعي بأننا متماسقون وقوياء وأننا قادرون على منافستهم والانتصار عليهم وما نقوله هو مجرد استعراض للقوة حسنا لأتفق مع من يتحدث بهذا اللجوء ويقول أن الإسلام هو العظيم هو الأقوى وهو المنتصر لا بس سأترك لك هذه الفرصة وأقول لك هو المهامين وأنه شوكة في حلق العالم كله يعني قديما أو حديثا طبعا أذكركم بمقولة الشيخ العسر الطيب قال أن هذا الإسلام العظيم هو الذي وصل من الصين إلى إسبانيا فأنا أتسأل هل أن هذه المواصفات أن الإسلام هو الأقوى وهو المهيمن وأنه هو الذي وصل حسب تعبير الشيخ الأزهر إلى الصين شرقا وإسبانيا غربا في لحظة ما هذه المزائم أو هذا التفاخر هل هي هذه تعتبر أشياء تستحق الفخر؟ هذا السؤال يجب أن نفطن له ونحاول أن نفهم سبب هذا الاحتفاء بالذات الاحتفاء الذي بغض نضع عن كونه حقيقي أو مزيف لماذا هذه الرغبة بالاحتفاء بالنفس بهذه الطريقة التي واضح أنها طريقة فعالية؟ دعنا نروح مثلا على الشخص البوذي ونروح أيضا على البهائي أو الياباني حتى فالناس معهم كيف يتحدثون عن أنفسهم؟ لن نجدهم يتحدثون عن أنفسهم بهذه الطريقة هل تعتقدون أنهم إذا تحدثوا عن أنفسهم بهذه الطريقة الاحتفاءية المغرورة أنهم سيكونون محط احترام وتقدير؟ تخيلوا شخص بوذي يأتي يقول نحن الأفضل وأنتم كلكم كفرة وملحدون ولا تؤمنون بما نؤمن وأنتم كذا وكذا هل تعتقد أن هذا الشخص عندما يتحدث بهذه الطريقة أمامك أن هذا الشخص سوي لديه أبسط الأسس الأخلاقية والإنسانية وأسس الاحترام والتسامح والتفاهم بينه وبين الآخرين؟ هل تجد هذا الشخص محل ثقة أم محل خطر ومصدر عنف متوقع في أي لحظة وفتن؟ أنا بصراحة أستغرب وأعتبر أن أبسط طرق الحوار والعمل بل والحياة لا تتطلب هذا النوع من الخطاب هذا الخطاب يماثل بالنسبة لي خطاب أناس مستفزين لا عمل ولا أخلاق لهم ولا قيم وهم مستعدون في أي لحظة تدمير كل شيء في طريقهم هذا المنطق منطق الحشود حتى لا أروح بعيدا لابد أن أسأل عندما يتحدث لا إله عندما يقول أحد مثلا لا إله إلا الله وهي الشهادة الإسلامية لا بس أحترم هذا المسألة وأقدره وكل إنسان له أن يشهد بما يؤمن به هذا شأنه الخاص لكن دعنا نفهم ما هو معنى الأصلي لهذه الشهادة الشهادة تتضمن معنى لفظ الجلالة وهو الله عز وجل فيبدو ويقال حسب سرديات الإسلامية تقول إن الله هو اسم من أسمائه جل وعلا وهو اسمه الأعظم عند قوم وهو أكثر الأسماء ترددا في القرآن والسنة أعتقد 1900 مرة متكرر كلمة الله وبالمناسبة عندي محاضرة إنه الله كلمة الله لم لا وجود سابق لها في التراث المشرقي أو التراث المنطقة العربية الإسلامية الحالية لأنه قبل الإسلام قبل ظهور الإسلام في قريش أو قبل أول مخطوطات القرآن لا وجود لذكر لا وجود لكلمة الله بهذه الصيغة في المدونة العربية في النقوش وفي الآثار التي وصلتنا من ممالك غساسنا من المناظرة أيضا قبلها التدمر الأنباط عموما وفي جميع الأمام حتى بالخط المسندي أيضا في اليمن لا نجد كلمة الله نجد لا لا نجد الله إلا ما ندر بعض الناقش زبد يسمونه بكلمة الله بطريقة معينة وأيضا لكسنبورغ عنده تعريف لكلمة الله واشتقاقها على كل حال الله هو الإسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الإلوهية والربوبية هذا هو التعريف الإسلامي الشاعر وخاصة التعريف السلفي وهذا الإسم هو خاص به وحده ولا يتعلق به أحد سواه ولا يطلق على غيره ولا يدعيه أحد من خلقه وتسبح له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن والليل والنهار والإنس والجن والبر والبحر قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا كما في سورة الإسراء الله بالتالي هو الرب الذي تألهه القلوب وتحن إليه النفوس وتتطلق إليه الأشوار المهم الله هو عظيم في ذاته وصفاته وأسماءه وجلاله ومجده لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون فالأقول تحارو في عظمته هنا طبعا كلام احتفائي ولا بأس إنه كل إنسان يحتفي بما يؤمن به هذا المسألة الطبيعية ومن حق أي واحد لكن والمبالغة في هذا الأمر أيضا مفهومة كل إنسان لابد أن يبالغ في محبته واحترامه لما يؤمن به لكنه عموما عندما نأتي وندخل مبضع الجراع والمشرح سنجد كثير من الاختلالات والعيوب وهذا ليس موضوعنا الآن أنا ممكن أطلع عشرات الأشياء والاختلالات في هذا الأمر لكن هي مفهومة مثلا عموما أنه هناك مجموعة الناس مؤمنين بهذا الإله وهذا الإله هو يدل على عظمة الجماعة يعني أنا عندي محاضرة أنه الله هو حقيقة راسخة ليس خرافة لله ليس خرافة والدين كذلك أعتقد محاضرة ممكن تشوفونها وتتطلعون على تفاصيله بالتالي هو معنى لفظ جلالة أنه هو اسم من أسماءه وهذه الفكرة أيضا أنه الله لا يمكن أن يسمى طريقة توراتية اليهودية أنه لديهم ست أسماء للإله الذي يعبده اليهود والخاص بهم طبعا هو إله الشعب اليهود والذي هو يهوى وهم لا ينطقون هذا الاسم إنما دائما ينطقون ست أسماء أخرى مختلفة واحدة منهم هاشم كلمة هاشم هي نفسها كلمة الإله نفسها وهذه العلاقة ربما ببني هاشم فهي شيء من هذا القبيل على كل حال الله هو الرب الذي تألهه الأقول والقلوب وتحن إليه النفوس يحيننا إلى مسألة لماذا هذا الإله الذي تعشقه وتحبه تشعر بأنه مهدد وأنك بحاجة لأن تدافع عنه هنا هنا المسألة التي يجب أن نحاول أن نحللها ونفككها ونفهم لماذا أنت تؤمن بشيء وتعتبره شيء عظيم بالنسبة لك لكن لماذا هذه الأدوانية وهذه الرغبة بأن تفتخر على الآخرين وتستأرض هذه المسألة هنا ينبغي علينا أن نفهم سر الموضوع بأكمله لأنه كما يبدو أنه الموضوع ليس أن نفكر لماذا يفعل هؤلاء الناس هكذا علينا أن نقلب التفكير ويقول يبدو أنه فكرة عبادة إله هي أصلا موجودة لكي نتبجح بها وليس أننا نحن نتبجح بما لدينا لا نحن نخلق ما نتبجح به ثم بعد ذلك ندافع عنه فهذا الموضوع أعتقد هو سبب الإشكالات الكبيرة أي أننا نتصور ما نعشقه ونحبه وبعد ذلك نبالغ في محبته الأمر بأكمله عبارة عن محاولة لحجز مكان لنا وسط هذا العالم فبالتالي الله ليس هو موجود إنما نحن لمن أوجده وليس هو الذي وجده بنفسه وبالدليل أنه أنت لا تجد الله في العالم الخارجي إنما تجده في رؤوسنا إنما تجده في لغتنا في كلامنا أما في الواقع الخارجي لا وجود له والمشكلة للإنسان كما يقول في الجنشتاين نظرية نظرية اللعبة اللغوية نحن مجرد كائنات نمارس ألعاب لغوية فنعتقد أن هذه الألعاب اللغوية هي حقائق مجسدة في الواقع الخارجي وهذا مسألة لا علاقة لها بالواقع الخارج ولا بالحقائق ولا يمكن أن نجد أي شيء مادي يؤكد وجود مثلا الشيء اسم الحزن اسم الفرح اسم النبي ها كلها مفاهيم الله الحق الباطل البنكر المعروف أي كلمة أي مفهوم ممكن أن لأنه يقول لك المفاهيم مجموعة من القضايا لكنها ليست مجموعة من الأشياء الأشياء الخارجية هي أشياء تبقى وهي مادية لكن احنا مشكلتنا هي هاي احنا نتصور الشيء ونركض خلفه ونصدق به ونؤمن به ونحاول أن ننابس به الآخرين خلاصة ما أليت أقوله أن نتوقف عن الحديث بهذه اللهجة الطفولية المغرورة وأقول لكل من يمارس هذه اللغة ويقول لا إلا لله يعني كان الشخص يرفع سيف على الآخرين ومهددا لهم هذا كلام لا يشرف أحدا بل أنا أعتقد أنه مصدر خزي وعارل على كل من ينطق بمثله بل أنه يثقف الناس هذا الشخص على اتباع النهج فكري ديني أدواني مدمر علينا أن ندافع عن الناس عن أقول الناس وصيانتها كما نصون بيوتنا نحن وبلداننا أيضا الإنسان المعاصر لا يريد أن يدخل فيه خلافات جديدة لسنا في حاجة إلى حروب ولا خلافات إنما نحن بحاجة إلى تفاهمات حتى لو افترضنا أن هذا الكلام صحيح يعني هل هو هذا معنى القوة؟ يعني خلي بسردنا أن تنابز الآخرين وتقول لا إلا الله وأن الإسلام هو الكبير هو العظيم وأنه هو الذي أخذ الجميع وهو كذا وكذا وهو المنتصر وهو الشوكة في حلق الجميع هذا لا بس من حقك تتحدث بهذه الطريقة لكن هل هذا تعبير عن قوة؟ هل هذا هو معنى القوة؟ هذا ليس أكثر من التبجح يعني الطريقة بدائية في الإعلان عن الذات كما قلت وأشبه بشخص يخرج إلى الساحة ويرفع السيف أو يرفع الرشاشة أو المدفع ويقول ها أنا هذا موجود وأنا أقوى منكم جميعا المعنى القوة الآن هذا معنى القديم من الماء دينفع في مجتمعات الحديثة هذه القوة لا تتجسد بهذه الطريقة البداية بالتفكير القوة لا تتجسد بالانتصار الحربي ولا بالسلاح ولا بممارسة العنف والاستعداد لممارسة العنف والاعتداء على الآخرين وتخويفهم هاي أمريكا أمامنا أقوى جيش لديها في العالم يعني هاي قوتها ماذا نفعتها في فيتنام والأراق وأفغالستان رغم أنها دول ضعيفة أسكريا فشلت في سيطرة على هذه البلدان وانسحبت منها مع هذا هل رأيت مواطنها اللي يشعرون بأنهم أمريكان ولديهم أقوى جيش في العالم وعلى مدى 50 أو 100 سنة الماضية هل رأيت مواطنها يخرجون على الناس يصرخون بهذا الطريقة المغرورة المتبجهة أينما ذهبوا لماذا لا يفعلون ذلك هذا السؤال أطرها على كل واحد مندرق متعطش للعنف فقط حتى يعني فقد ردي يقول أنا جندي مطيع لحماية قطيعي الديني وأسوار الإسلام وحياظ الإسلام أنا مستعد للتضحية بنفسي من أجل هذا الموضوع أنا أدعو هذا الشخص اللي أنا يفكر بطريقة سليمة أنت تدافع عن دينك ومعتقدك بطريقة بداية جدا عليك أن تفكر بطريقة أعظم وأجمل وهي الطريقة التي تسمح لك بأن تحجز لك مكانا بين العالم يعني تعبر عن طاقتك وقوتك بأسلوب أجمل وأكمل ولجوءك لهذه الطريقة ليس إلا دليلا على أن إمكاناتك ضعيفة ولا تجدد إلا هذه الإدعاعات التي سرعان ما تثبت الأحداث فشلها وغرورها الفارغ والشخصيات الجوفاء التي تتحدث بها وهذا الدليل على أنه معظم معارك الإسلام في القرن الأخير كلها معارك خاسرة ولم ينتصر فريق أو عصبة إسلامية واحدة في أي شيء ولم يقدموا إلا نماذج الفشل وكذلك الحال مع بقية يعني معظم البلدان المشرق العربي الإسلامي فشلوا في كل مشروع سواء كان مشروع قومي وهو المشروع القومي هو فرع من أفروع الدين بطريقة أو بخرى لكن أيضا كلهم فشلوا فشل ندريعا والسبب لأنه ما زلنا نفكر بهذه الطريقة العنيفة التبجحية لكننا لا نذهب إلى الأعماق ونحاول أن نفكر بطريقة نعيد أو نغير الأسس الثقافية التي أو التربة الثقافية التي تنبع منها هذه الأفكار الحماسية الفارغة هي تبدو هي نوعا من أنواع التبجح ونوعا من أنواع الكسل لأنهم عملية سهلة جدا أنت تتبجح بأنني أقوى وأنا شوكة في حلقة جميع مسألة سهلة ممكن نتحدث بها لكن الصعب والذي يحتاج إلى دراية وحنكة وتخطيط ومثابرة وجهود وتعب وعلم هذا كله يحتاج له لا وقت طويل وهذا إحنا لسنا في استعداد لتنفيذة فبالتالي أسهل طريقة هو هذا التبجح الفارغ لا إله إلا الله الله أكبر وهذا كلام يعني أعتقد عب يعني هاي إلها علاقة بالماضي والإلها علاقة أيضا إذا كان إلها إيجابيات فهي علاقة بضرورات تطور الإنسان القديم كانت ذات الأيام قديمة الحياة تلك الأيام تتطلب التوحد والتكاتف والتماسك الجماعي والارتباط المتفاني مع الجماعة والتضحية من أجل بقائها بعي شيء من أجل هذا المشروع يعني حسن لا بس لنقل هناك إيجابيات سابقة قديمة في هذا الاستهتار السلوكي أخلاقيا يعني ممكن أن أسميه الاستهتار الديني وهذا يخليني أتساءل ما هي الجدوى الجدوى النهائية النهائية لهذه المراهنة على القوة والتسلط والقهر والعدوان وأختم وقول وأسأل أصحاب هذه الدعوة الذين يجعجعون ويرفعون الرايات رايات الحرب دائما أسألهم إلى أين أنتم إلى أين أوصلتم حتى الآن في هذا المشروع المتجعجع ولأين أوصلتكم هذه الطريقة الفاسدة في العمل والتفكير والادعاء والتدين حتى شكرا جزيلا وآسف على الإطار شكرا جزيلا وحشاتي شكرا جزيلا وحشتوي清楚